مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع نتوقع أن تكون الأيام الأولى من هذا الأسبوع صيفية عادية ودرجات الحرارة حول معدلاتها وتبقى هذه الوضعية تقريبا حتى يوم الثلاثاء لكن إن شاء الله بعد يوم الثلاثاء ستتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة وبالتالي تتأثر بموجة حارة هذه الموجة الحارة تؤدي إلى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتستمر عدة أيام على الأقل مشاهدين فاصل ونواصل والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى نبدأ من يوم الأحد يوم الأحد حيث تكون أجواء صيفية عادية أثناء النهار صيفية معتدلة إلى لطيفة ليلا والحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 34 والصغرى 20 المرتفعات الوسطى 31 و21 المرتفعات الجنوبية 30 و20 الأغوار والبحر الميت 37 إلى 25 أجواء حارة نسبيا إلى حارة وخليج العقبة أيضا نفس الشيء 37 إلى 25 أجواء حارة نسبيا إلى حارة والمنطقة الجنوبية الشرقية 33 و21 والمنطقة الشرقية أجواء حارة نسبيا 36 إلى 25 درجة مئوية يوم الأثنين استمرار الأجواء الصيفية العادية تبقى درجات الحرارة قريبة من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 33 والصغرى 20 المرتفعات الوسطى 31 و19 المرتفعات الجنوبية 29 إلى 20 الأغوار البحر الميت 37 إلى 26 أجواء حارة نسبيا وكذلك خليج العقبة أجواء حارة نسبيا 36 إلى 26 المناطق الجنوبية الشرقية 32 و21 والمنطقة الشرقية 38 إلى 25 وأجواء حارة ويوم الثلاثة إن شاء الله ارتفاع قليل على درجات الحرارة بداية الارتفاع التدريجي لكن يوم الثلاثة تبقى الأجواء صيفية عادية تكون درجات الحرارة قريبة من معدلاتها أو أعلى من المعدل بقليل ما بين درجة إلى درجتين المناطق الشمالية العظمى المتوقعة 34 والصغرى 21 المرتفعات الوسطى 32 و21 والمرتفعات الجنوبية 31 و21 والأغوار البحر الميت 37 إلى 26 وخليج العقبة 36 إلى 26 والمنطقة الجنوبية الشرقية 33 إلى 23 والمنطقة الشرقية جواء حارة 38 إلى 27 درجة مئوية يوم الأربعاء ارتفاع واضح ملموس بداية لتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة وأيضا بداية لتأثر المملكة بموج حارة وبالتالي يطرأ ارتفاع واضح وملموس على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة في معظم مناطق المملكة وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة على الأقل بخمس درجات مئوية العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 35 والصغرى 22 المرتفعات الوسطى 36 إلى 25 الأغوار البحر الميت 39 إلى 27 وخليج العقبة 38 إلى 27 أجواء حارة في الأغوار البحر الميت وكذلك العقبة المرتفعات الجنوبية 32 إلى 22 المناطق الجنوبية الشرقية أجواء حارة نسبيا 35 إلى 24 والمنطقة الشرقية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة 40 إلى 28 درجة مئوية يوم الخميس ارتفاع آخر على درجات الحرارة درجات الحرارة أعلى من معدلاتها ما بين 5 إلى 7 درجات مئوية المنطقة الشمالية 36 و21 المنطقة الوسطى عمان والمنطقة الوسطى 38 و25 المرتفعات الجنوبية 33 إلى 22 الأغوار البحر الميت 39 إلى 27 أجواء حارة وأيضا العقبة أجواء حارة 38 و39 العظمى والصغرى 26 المنطقة الجنوبية الشرقية أجواء حارة نسبيا إلى حارة 36 إلى 24 والمنطقة الشرقية أجواء حارة 40 إلى 27 درجة مئوية يوم الجمعة أيضا استمرار الأجواء الحارة تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة على الأقل ما بين 5 إلى 6 درجات مئوية 37 إلى 23 والمنطقة الشرقية أجواء شديدة الحرارة 41 إلى 25 درجة مئوية مشاهدينا شكرا للمتابعة إلى اللقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري